السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي وظائف القشور في الأسماك؟ بزاية القشور كما نعلم في علم الحيوان هي أجزاء صغيرة أو درع يكون جزءا من طبقات الجلد الخارجية لنوعية من الحيوانات وهو مميز للأسماك مثل وظيفة الفكوك في الأسماك ويضا توفر القشرة أو القشورة بشكل عام عاملا للحماية من البيئة ومن الحيوانات المفترسة بالبحار أما قشور السمك فتتكون من العظام وهي تعتبر طبقة عميقة من الجلد والأسماك تمتلك الخياشمة كما نعلم ولا قشور مختلفة الشكل مثل بلاك ويد كسمكة القرش ويتعدق طبقة عظيمة وشوكية مع ملمس يشبه الميناء فبالتالي تتلخص هذه الفوائد بالعديد من الأمور المختلفة فأتمنى أنكم حصلتم على الفائدة التي ترودونها وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله